مصر عندها قناعة بمبدأ مهم جداً وهو أنه الاستقرار والأمن مرتبط بشكل كبير جداً ومباشر بالتنمية عشان كده مصر اشتغلت على تحقيق حلم تنمية سينة وتعميرها نفذت سلسلة من المشروعات القومية إلى عملاقة الحية في أرض الفيروس زي مثلاً مشروعات الزراعية، مشروعات الإسكان، محطات تحليت مياه البحر وحفر أبار جديدة وغيرها من المشروعات ده طبعاً حصل بالتزامن مع جهود كبيرة جداً قامت بها الدولة في القضاء على الإرهاب بشكل كامل في سينة ده حقيقي طبعاً على مدار العشر سنين الفاتت عجلة التنمية لم تتوقف في سينة حتى في سنوات الإرهاب الغاشم الدولة رفعت شعار يد تبني ويد تحارب الإرهاب وحاولت رمال سينة اللي تراوت بدماء أبطالنا لثروة قومية ومصار وطني مليان بالفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية في الصناعة وفي التجارة وفي الزراعة كمان في البنية التحتية وفي الخدمات وفي الإعمار وفي التطوير وفي البناء في كل المجالات بكل تأكيد ده جهود كبيرة جداً قامت بها الدولة خلال الفترة اللي فاتت في خطة تنمية سينة اشتغلت على طاقة محاور أساسية هي محور التنمية العمرانية المتكملة تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة وكانت نقطة الانطلاق للخطة الشاملة لتنمية سينة من خلال قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في 25 فبراير من عام 2018 القرار ده كان برصد موازنة تاريخية تقدر ب600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروع تنموي في سينة والرقم ده بالمناسبة ارتفع في الربع الأخير من العام الجاري لأنه وصل دلوقتي الكام لحوالي تريليون جنيه وده رقم كبير جداً يمان حقيقي لو بصينا على بشكل إجمالي كده على المشروعات حنلاقي أن مثلاً الرقع الزراعية زادت بحوالي 500 ألف فدان في محيط طرعة السلام وتم إنشاء شبكة طرق وأنفاء عملاقة وإنشاء كمان مجمع للصناعات الصغيرة بيضم أكتر من 118 واحدة موجهة للصناعات الكيموية والهندسية والغذائية والغزل والنسيق هنلاقي كمان في مشروعات لإنتاج الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة سواء كانت بقى محطات للرياح أو للطاقة الشمسية لو جينا كمان بصينا على مشروعات الإنتاج السمكي ومنظومة الراي هنلاقي مشروعات كتير ومتعددة تم إنشاءها هنلاقي مجمعات بدوية بخلاف المدن الجديدة تم إنشاءها كل ده ساهم في إحداث تنمية حقيقية في سيناء هو ده اللي احنا عايزينه تنمية حقيقية من حق كل المحافظات اللي اتحرمت لسنين طويلة إنها تاخد حقها زي القاهرة احنا هنتكلم النهاردة عن إيه التعمير اللي حصل في سيناء هنكمل كلامنا كمان مع حضراتكم عن إيه اللي بيحصل في غزة بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر